اشتركوا في القناة 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 على انه سلعة لا بالطبع ده اسلوب مرفوض بالكامل وده اللي ظهر عنده النهاردة ايه بظهر عنده كساد مصر بتعاني من الالفين وعشرة بالالفين وعشرة حجم مبيعات السوق المصري وصل الى حدود 295 الف عربية في سنة الالفين وعشرة احنا السوق قافل عندنا السنة بالكامل 165 الف عربية 165 الف عربية ده ولا حاجة انت بتكلم في شعب قوامه 100 مليون بني ادم السعودية برضو هدي لك مقارنة تانية 30 مليون شخص 30 مليون حجم السوق السنة اللي فاتت عندهم عامل 537 الف عربية انت بتتكلم في ايه انت بتتكلم في 3 او 4 اضعاف اللي موجودة عندك في مصر طب عندك اللي هناك السوق مفتوح كل ما يكون السوق مفتوح عرضه طلب وفيه منافسة مفيش فيه احتكار تبدأ تظهر عندنا السلعة بارخص تمن الخدمة في مراكز الخدمة نهاردة في مصر الناس بتعاني من ايه رغم ارتفاع تمن العربيات طب هنقل ايه اللي رفع العربيات وبعدين ايه اللي بيخل العربيات تنزل عربيات لما ارتفعت بالسعر دي وصل عندنا الوفر برايس اللي هو السعر الزيادة عن السوق ظهرت عندنا اتفاقيتين هز السوق المصري اتفاقيت الشراكة المصرية الاوروبية دي عملت حاجة اسمها زيرو جامارك بسنة الـ 2018 اللي ايه كانت 1-1-2019 جينا تاني لقينا اتفاقية مصرية تركية بتتكلم عن زيرو جامارك يبقى انت عندك كل ما ينتج في تركيا اصلا اصبح زيرو جامارك وكمان فحصل السوق حصل فيه رجتين جمدين جدا كل المنتجات اللي بتشتغل فيها في اوروبا النهاردة بتعندك زيرو جامارك فالعربية تمانا كان ربمائة الف بقت ميتين وتمانين الف بقت ميتين وستين الف خلي تابه ميتين وستين الف ينزل يبقى ميتين ومية خمسة وتسعين ليه؟ عشان يقدر ينافس طب مين اللي راح عنده حصل عنده مشكلة النهاردة المنتج الماليزي المنتج الياباني هو خارج المواصل المصنفات دي لا هو اوروبي ولا هو تركي فاللي حصل ايه ان بدأ الوكيل بتاع البرندات دي يبدأ يعمل ايه؟ ينزل بالسعر ليه؟ عشان يقدر ينافس اذا رايز مش هيقدر يبيع ولا عربية فدية المنافسة اللي ظهر على السوق طب ايه اللي حصل في السوق في الفترة اللي فاتت؟ في نهاية 2018 قبل ما تخلص 2018 بشهرين الناس كلها كان بتتخوف هل هيحصل النزول اللي احنا بنقول عليه واتفاقية الشراكة هتتطبق هتبقى زيرو جامارك بالفعل فالناس كلها وقفت عن الشرا بدأت اتفاقية التطبق اه والله طلعت لنا عندنا حاجة موضة طلعت ظهرت عندنا هي ايه؟ ممنعة اشراء السيارات في بعض الظواهر الغريبة رئيس دولة بيجوب العالم في الصين في ألمانيا خلال مؤتمر الأمن العالمي ويبدأ يتقابل مع شركات لها اسم كبير جدا في ألمانيا برندين قويين جدا برند منهم قفل في مصر بقاله سنتين تلاتة الرئيس عمل معه مفاوضات ومباحثات عشان ترجع تاني ويرجعوه وبالفعل هم رجعوا بقى أنا النهاردة رئيس الدولة بتفاوض مع ألمانيا بتفاوض مع الصين ودول أخرى ونقطة برضو حركت على دي نقطة محترمة جدا برضو باشماندس اللي هو الرئيس برضو تفاوض في الأمر دوت فدي حاجة كويسة تتحسب دينا كل الناس لازم تبقى فاهمة ان صناعة السيارات هي قاطرة التنمية بالنسبة للشعب المصري نهاردة اليابان شعب ما كانش عنده حاجة اليابان شعب عمره 70-80 سنة نهاردة اليابان عاملة العربية الهايبرد أو العربية الهاجينة اللي بتشتغل بالكهرباء والبنزين أنتجت منها ما يزيد عن 12 مليون عربية وبعايتهم طب احنا النهاردة بننكلم في ايه نهاردة رئيس دولة يجو بالعالم عشان يجيب المصانع وتطلع ندقات أخرى تقول لا احنا مش عايزين نشتري سيارات طب انت كده بتهدم صناعة ايه بصناعة يعني بيعمل فيها الملايين من الناس وبتاكل وراها عيش لأن صناعة السيارات دي مش هي السيارة السيارة هي البنزين هي الراجل مركز الخدمة هي الميكانيكي والكهربائي السمكري والبهياجي كل دول بيشتغلوا في الصناعة دي فانت النهاردة لما تقول تعمل حملات مقطعة لشراء العربيات أول حاجة انت مش مع القيادة السياسية وتوجه الدولة في هذا الإطار داني حاجة نتكلم على قاطر التنمية يعني ملايين ومليارات من الدول هرات انت بتنفقها النهاردة الدولة بتتحرك في اتجاه إيسات رئيس تحرك في اتجاه تمكين صناعة السيارات الكعربية في مصر النهاردة عندنا اجتماعات متتالية رئيس الدولة معالي دولة رئيس الوزراء والسادة الوزراء الانتاج الحربي والصناعة والتجارة والمالية وكل الانتاج الحربي كل دول بتتظافر الجهود بتاعتهم فيما يعرف بالتيم واركنسابت أو روح الفريق ناش كلها بتشتغل النهاردة بتتكاتف عشان تعمل السيارة طبعا في الفترة الاخرانية دي كان رئيس عندهم مباحثات مع احدى الشركات الصينية الكبيرة وبدأ اتفق معهم على 2000 اوتوبيس 2000 اوتوبيس وصل منهم اتنين كتجربة كتتشين للفكرة فيه 48 جايين في الطريق ابو 50 بعدهم 450 ابو 500 وفيه 3500 جايين واربع بيبادل ال 2000 اوتوبيس على مدار 3 سنين حاجة تانية المبادرة الدكتور مصطفى مدبولي هنرجع على النقطة دي بس احنا عايزين نعرف برضو بالنسبة للانخفاض الاسعار نعم اللي احنا موجود دي الوقت عندنا في السوق نعم هل ده مرضي ولا هيبقى فيه انخفاض تاني نتيجة لان الناس مسعايزة تشتري لان الناس حسة ان التجار والموزعين والوكلاء بدأوا يدوسوا عليهم في الساعة ولقوا تخفضات بشكل كبير جدا نتيجة لصفر جمارك او نتيجة لان السوق نام فاللي حصل ايه ان كل الوكلاء والتجار نزلوا بالاسعار طب النهاردة السوق اتحرك ستل السوق لم يتحرك السوق هيفضل يناير وفبراير ومارس التلات شهور الكوارتر الاولانية هتقلت انا باش مهندس انا اعتقد انها هتنزل قبل نهاية مارس هتنزل برضو بعض الاسعار تاني بعض الموضلات وده هيحسن الكمبيتيشن المنافسة في السوق ويبقى في عندك كومبيتيف ادفانتش يعني ميزة تنافسية ان انا النهاردة انا بنافس وبديلك سعر بنافس وبديلك سعر طب نصيح ان احن لحده يشتري عربية واش مهندس اشتريها دلوقتي بص فن مفيش حاجة اسمها انا اقدر اقولك اشتري او ما تشتريش لا في حاجة اسمها الديماند الديماند اللي هو الطلب انا لو محتاجي العربية النهاردة عشان حاجة ضروري النهاردة هشتريها في حد تاني على الوجه التاني لو مراته اللي عايزة العربية وهي اللي غصبت عليه هيجاب غصبا عنه فدي ترجع له لكن الفكرة في ايه انا النهاردة بقول السعر هينزل تاني في خلال التلات شهور اللي احنا فيهم انا متوقع ان هو هينزل ليه لان المبيعات وقفة في جميع الموضلات والبرندات المبيعات عندنا شبه وقفة ده بيعمل ايه بيصعد الامور في جهها تانية بيخلي الوكيل النهاردة يشتغل على ايه يشتغل على الافتر سيل سابورد بيشتغل على الصيانة بدأت اسعار قطع الغيار اللي هي بتطلع فوق بدأت اسعار الخدنة والصيانة بتطلع لفوق فدي عملت مشكلة تانية نهاردة كان بدي خش لك ربعمية ربعمية وخمسون عربية في اليوم يعمله الصيانة بدأوا بمية وخمسين بدأوا بمية وسبعين وأحياناً ميزيون 125 طب فين بقت العربية دي؟ اللي بدأت تروح للشارع وللورش الصغيرة أنا النهاردة راكب brand name كبير راكب عربية اسم كبير بعمل الصيانة فين؟ بعمله في الشارع احنا عندنا الورش أنواحها ثلاثة فيه حاجة اسمها A class تي بتاعت الورش المميزة جداً ال B class وال C class فأنت النهاردة سبت A و B و C ورايح في الشارع تعمل في الورش اللي على الرصيف طبعاً دي بتعمل لك مشكلة حاجة تانية قطع الغيار لما تطلع أسعارها تغلى بهذا الشكل الرهيب اللي بيوصل حوالي في بعض التوكلات الربعمية في المية ده العميل بأحجم عن الشارع بتاع قطع الغيار الأصلية بدأ يجيب قطع غيار مقلدة دي بتعمل إيه عندنا؟ بتعمل لنا مشكلة في العربيات وبالذات لو أنت بتشتغل على مصاطر الفرامل بتشغل عتي الفرامل على تنابير الفرامل على خراتيم الفرامل بيظهر منها إيه؟ بيظهر منها مشاكل ده تشوفوا إيه؟ على النعكاس أو ريفلاكشن بتاعها بيبقى فين؟ على معدلات الحوادث اللي موجودة عندنا في مصر يبقى أنت النهاردة بتخش من موضوع شمال خالص بيجيب عن موضوع الناحية التانية خالص أنا عندي مشكلة في قطع الغيار ألاقي معدلات الحوادث بتزيد ليه؟ لتركيب قطع غيار غير أصلية تركيب كاوتش في السيارة غير أصلي يتسبب في الانفجارات بتصل نسبة تجاوزات السرعات على الطريق في معدلات الحوادث موجودة عندنا في مصر ده 26% فجارات الإطارات بتوصل لحوالي 22% ونسبة كبيرة ده برضو نسبة كبيرة جدا هي مصر تصنف في المركز الـ 94 من 172 دولة المساء العالم وده تصنيف يعتبر ممتاز نحن عندنا كمعدلات الحوادث في 2014 و15 و16 625 قتيل 6456 975 قتيل في 2017 لن مصر بدأت تطلع من المنصة الرقم 114 في جودة الطرق إلى الـ 75 قبل افتتاح الدائر الإقليمي معدلات الحوادث نزلت بنسبة 26% بقى الـ 6945 قتيل وصلوا لحوالي 5511 قتيل هو تدخل الطرق برضو ضغط بشمانس عن بنسبة لنا وقلت الحوادث الموجودة مصر عملت شبكة قومية للطرق تقريبا وصلت لحدود 8078 كم اتكلفت 53 مليار جنيه بدأت بمنتصف 2014 وانتهت بنهاية 3012 2019 مفروض ان احنا عندنا بعض التوصيات او سبيع الرئيس خلال بعض الزيارات بتاعته الميدانية رفع كفاءة الكباري في مصر من 70 طن إلى حمولة 120 طن عندنا في مصر 1762 كبري تقريبا خلص منهم في حدود 75% منهم خلصوا ناياس حوالي 25% ده كله رفع كفاءات للطرق رفع كفاءات للأسفل الجديد رفع كفاءات للكباري كل ده انعكاسه بيطلع ايجابي على ايه؟ على تقليل زمن الرحلات عندنا نتيجة الارتفاع اسعار المحروقات والتي شهدت سلاس قفازات متتالية السنة اللي فاتت نهارده كل الناس توجه رئيس الدولة ورئيس الوزراء إلى تحويل 150 ألف عربية من شهرين من أكتوبر 2019 لمدة 3 سنوات تحويل 150 ألف عربية من بنزين إلى غاز طب ايه اللي خلت دولة تتجه للغاز؟ افتتاح حقل زهر ووجود تقريبا في حدود 3 تريليون متر مكعب من الغاز احتياطي بالنسبة لمصر ده قد أن احنا ننزل بالأسعار الغاز طبعا تقريبا بينزل في التكتفة بتاعته حوالي 55 إلى 60% عن البنزين في استخدامه للسيارات طبعا فتوجه الدولة إلى تحويل تم تحويل قبل كده ما يقرب من حوالي 400 ألف لما نحطها ليهم 150 ألف أو 650 650 ألف ولا شيء ليه؟ عدد السيارات المرخصة في مصر بتصل إلى 10 مليون و 6 من 10 عربية 10 مليون و 6 من 10 لو احنا حولنا 6 من 10 دول و 600 ألف إلى غاز يبقى عندنا 10 مليون هو إيه الفرق بين البنزين وإيه الفرق بين الغاز وإيه لما نخش على الكهرباء وإيه لما نخش على الهايبرد الهاجين البنزين معدلات انبعاثات كربونية عالية جدا تؤدي إصابات أمراض الصدر والربو اللي عند الأطفال من سن 17 سنين ده بيكلف مصر مليار و 950 مليون جنيه تكلفة غير مباشرة للعلاج في المستشفيات للأطفال المواطن المصري هو أساس تقدم الدولة ولا تبنى دولة إلا بسواعد أبنائها فأبنائها مين؟ مش العينين المرضى لا أبنائها الأصحاء فالدولة تتجه إلى التفكير في الغاز فبنعمل على تقليل معدلات الانبعاثات الكربونية والسموم اللي بتطلع من محركات الديزل المرة اتنين بنتكلم على تحويل الكهرباء فيه سؤال برضا بشمانس بالنسبة للغاز هو صديق للبيئة بالنسبة ليه في الاستخدام؟ لا طبعا ومش صديق للبيئة الغاز عشان نفهم الغاز فرق يعني البنزين على الكهرباء البنزين عندنا فيه بنزين عندنا اسمه بنزين 80 وعندنا بنزين 92 وعندنا بنزين 95 يعني إيه 80 92 95 ده الوكتين نمبر درجة كفاءة وجودة الوقود كل ما كفاءة الوقود تعلى كل ما بقى ساتت تبدأ تقل طب كفاءة الغاز كفاءة الغاز تصل إلى 110 كاليريفيك فاليو أو ما يعادل 110 وكتين نمبر اللي هو رقم من إيه زي البنزين 95 ده 110 فكفاءة أعلى بكتير ولكن هو يعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية طب عشان النصد زي أوروبا لأن فيه دول في أوروبا بالخمسة وعشرين أو الفين خمسة وعشرين هتمنع استخدامات البنزين والديزل سنة الثلاثين هتمنع البنزين والديزل هتشتغل على العربية الكهربية لأن السيارات الكهربية هي الصديقة الصدوقة للبيئة بمعنى نحن نتحدث عن green and clean environment نتكلم على مناخ نظيف وأخضر حضرتك الانبعاثات اللي بتطلع من البنزين وبتطلع من الديزل بتعمل إيه في الشجر اللي في الشارع وأوراق الشجر بتاخد كل الأكسوجين اللي موجود في الجو فالشجر والخضرة بتموت والبناء آدم بيتأثر ويجي له أمراض في جسمه نتيجة لوجود الانبعاثات دي لكن الطاقة الكهربية بتعمل إيه؟ تخلي معدلات الانبعاثات الكربونية تساوي صفر يبقى هي دي الصداقة للبيئة نجد في دول أوروبا أثناء زياراتنا والصين وبلجيكا نحن نلاقي الناس هناك بتستخدم معدات التقيلة يعني لما تمشي في الشارع هنا تشوف العربية بتاعت النظافة والمكنسة اللي بتكنس في الشارع دي كلها في أوروبا وأمريكا وبلجيكا تشتغل بالكهرباء ليه؟ عشان نصل إلى البيئة النظيفة نحافظ على الخضرة اللي موجودة في الشارع كمية الأكسوجين اللي موجودة تناسب البناء آدمين اللي ماشية فتلاقي الشجر عنده صحة وجمال وخضرة والبناء آدم يبقى صحيح بدنيا ليه؟ البناء آدم هو أساس الشغل طيب النهار ده ممكن يكون عندك مؤسسة جميلة جدا وانت مكلفة كتير جدا ولكن كل الموجودين فيها مش أصحاء قلنا الحاجة التانية نتيجة لوجود الشبكة القومية للطرق أثرت إزاي على معدلات الحوادث؟ نقدلت قلية معدلات الحوادث بنسبة 26% بنهاية 2017 طيب بنهاية 2019 أنا متخيل أنها هتوصل تقريبا إلى 32% الانخفاض في معدلات الحوادث معدلات الحوادث دم حصل عندنا في سنة النهاية 2016 نتيجة للحوادث اتحطم عندنا 19,121 عربية دولك التكلفاتهم كانت تقريبا حوالي 35 مليار جنيه دي مبلغ مهول على وزنة الدولة بالزبط كده عندنا 70 إلى 80 ألف مواطن جالهم عجز نسبي بسيط ومتوسط وعجز كل ده بيأثر على البيت المصري وعلى الأسرة المصرية أن أنت النهاردة بيكون عندك عائل للأسرة هو مصاد ما بيتحركش مين اللي هيشيله مفروض الدولة؟ يبقى احنا كل ما نحسن في كفاءة الدول ومصر تقفز من 114 إلى 75 إلى نهاية السنة 2019 مصر تصل إلى 28 على مستوى العالم في معدلات جودة الطرق طبعا دي قفزة غير مسبوقة ولن تتم مرة أخرى أعتقد في تاريخ المصري لما يكون في مركز 114 وخلال أربع سنين تصل إلى المركز 28 أنت تتكلم على إعجاز غير مسبوك كل دي تظافرات الدولة اللي بتعملها طب الدولة اللي النهاردة توجه الدولة في صناعة السيارات إلى تمكين مصر كمصنع أساسي للسيارات الكهربية على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط كمصدر للسيارات يبقى مصر تبقى مركز إقليمي لتجميع السيارات وصنيع السيارات الكهربية هيظهر عندنا لما نتكلم على المكون المحلي المكون المحلي يوصل في السيارات الصغيرة إلى من 40 إلى 45% المكون المحلي يظهر في السيارات التقيلة البساط والتريلان إلى 65 إلى 70% يبقى أنت تتكلم على مصانع 200-300 مصنع هيشتغلوا هيشتغل فيهم ما يقرب من مليون بنا آدم مليون وشوية هيشتغل بقى أنت عملت إيه هنا زودت الصناعة زودت التنافسية حطت اسم مصر على بداية الطريق كمصنع أساسي للسيارات الكهربية في الشرق الأوسط وأفريقيا وكمصدر للسيارات لإفريقيا وهو سوء شاره جدا لإستراد السيارات لما كنت مركز إقليمي لهذا الكلام طبعا ده بيبقى كلام كويس جدا بالنسبة للصناعة مصرية بالنسبة للمستهلك ليه ما عندهو ثقة في السيارات القهربائية مش هو المستهلك ما عندهو ثقة لا هو المستهلك ما عندهو ثقة أن الدولة هتعمله بنية تحتية عشان يقدر يعتمد على البنية التحتية دي بمعنى أن أنا لو هصل هركب عربيتي من مصر من القاهرة إلى مرسمة تروح أنا محتاج تقريبا في حدود خمس ساعات الألأ هنا فين؟ هل الشحنة الموجودة في العربية تكفي صاحب القائد المركبة أنه يصل من القاهرة إلى مرسمة تروح بلا أي مشاكل أنا النهاردة بتكلم على راجل زوج وزوجة معهم ابن أو بنت أو واتفر هو معاك مواحد في العربية عدة العربية في نص السكة في طريق مجهول أو مقطوع إيه اللي هيحصل له هذا الرجل؟ هيتبهدل فالنهاردة أساسيات الدولة في وضع خطة للإنفرستركشور للبنية التحتية تعتمد على وجود محطات توليد الكهرباء في مصر نقدر بتكلم على تمكين صناعة السيارات الكهربائية في مصر لازم يكون عندك محطات كهربائية محطات لتوليد الكهرباء عشان تبدأ تغذي هذا الكلام نحن بتكلم على البنزين تلاقي بنزينة في كل 10 متر النهاردة بتلاقي كل 10 متر بنزينة زي ما بتلاقي كل أجزاخانة كل 5-6 عمرات بتلاقي أجزاخانة ليه؟ عشان لما احتاج الدوء لأي لما احتاج البنزين لأي بتكلم النهاردة على طاقة الكهربائية لازم يكون عندك محطات والدولة تبزل الغالي والنفيس لعمل المحطات كبيرة لتوليد تقريبا ما يقرب من 4 جيجا و 5 ميجاوات عشان نبدأ نشتغل بينهم في المحطات دي تبدأ تغازي السيارات الكهربائية اللي انت عايز تعملها النهاردة الدولة فعلت الأسبوع اللي فاتت فعلت مواصلات مصر فعلت الروتوبيس من التحرير إلى التجمع الخامس فيه أربع محطات متتالية هيعملوا في اليوم أربع محطات تقريبا هيمشيروا في حدود 250 كيلو في اليوم طب فيه برضو سؤال برضو دكتور هو بالنسبة لسعر الوقود هل هو بيأثر على شراء السيارات؟ طبعا كلما ارتفع سعر الوقود كلما قال الطلب عليه بالنسبة لمن؟ بالنسبة للشريحة اللي هي بنسميها عامة الشعب احنا عندنا فيه حاجة اسمها النيش كاستمر النيش كاستمر دي الناس اللي هي ما بتفرقش معها راكب عربية 8-4 مليون هتفرق معاه ايه البنزين غالي يعني زاد 500-600 جنيه لما يجي فاول العربية مش تفرق معاه كتير لكن اللي بيفاول بالـ 50 جنيه و60 جنيه هو اللي بيبص على هذا الكلام وطبعا سعر البنزين هو اساسي عند معظم قائد السيارات في المرحلة اللي احنا بيبص في السيارات المتوسطة والرخيصة طبعا بيبص هي التفويلة بتاعت العربية هتساوي كام لو هو ركب الباص او ركب التاكسي هيبقى الفرق ايه هنا الدولة بتفكر ازي على الاتجاه التاني لما الدولة عمل الوقت بيدهمنا بشمعندس جماد فانا عايز كلمة اخيرة من حضرتك كده في البرنامج يعني نصيح على كده كل مشاهدين اللي احنا بنقول عليه لازم كل الجهود تتظافر مع القيادة السياسية واتجاهات الدولة في تمكين صناعة السيارات انشاء المعاهد والمراكز التدريبية لتدريب الشباب دبلوم الصناعية والمعاهد الصناعية للتمكين صناعة السيارات عن طريق افراد اصحاء اقوياء عندهم ويل ترين متدربين كويس ويل اديكيتد متعلمين كويس عشان ننهض بهذه الصناعة لان دي هتبقى قاطرة التنمية بالنسبة للشعب المصري في النهاية بشكر حضرك بشماندس جمال شرفتنا ونورتنا في برنامج مع الأمين أعزائي المشاهدين بكده انتهت حلقتنا استنون الجمعة الجاية في نفس المعاد وحلقة جديدة برنامج مع الأمين ترجمة نانسي قنقر